يَعَلَى الصَّلَاةِ كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ لِرَبِّ الْكَائِنَاتِ خُضُون وخشوء بِآدَابِ الصَّلَاةِ بِآدَابِ الصَّلَاةِ فَكُنْ عَبْدًا مُنِي بِآدَابِ الصَّلَاةِ بِآدَابِ الصَّلَاةِ وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عن جل الله تعالى ورجل الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته موضوع الحديث القسم الأول بأنوان أخطر موانع الخشوع ويدور الحديث حول سيطرة الغضب الذي دعا إلى هذا الحديث وما يأتي بعده إذا قدر الله تعالى في جملة حديث أنه من الواضح لنا جميعا أن الصلاة لا يقبل منها إلا ما كان مقترنا بالخشوع وكلنا نحب أن نصلي بخشوع لتقبل صلاتنا بل هذه أمنية العمر باعتبار أن الصلاة إن لم تقبل لا يحصل الإنسان منها على أي ثواب يسقط الواجب يقال له صليت لكن لم تنفعك هذه الصلاة إطلاقا أمنية العمر إذن أن يصلي الإنسان منها بخشوع ويمضي الشخص منها عمرا مديدا يحمل هذه الأمنية يدعو يتضرع يتوسل يريد أن يكون من أهل صلاة الخاشعين من الذين يصلون بخشوع بحضور قلب أن يقبل على الله عز وجل في صلاته يظل الشخص منه يلوم نفسه على الشرود عندما يشرد ويقرر أن لا يهرب من بين يدي الله عز وجل للرؤوف الرحيم أن أحدنا يقتنع بهذا أنه أنا أصلي بين يدي الله عز وجل وأنا أحب أن أصلي بخشوع يحرص على أن لا يشرد لكنه سرعان ما يجد نفسه قد شرد فهرب ليلعب مع الشيطان والدنيا ويتصرف لكن بصورة فردية كما تصرف الذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انفضوا إلى الله والتجارة وتركوك قائما يظل الشخص منه ما هكذا بين الكر والفر بين الخشوع والشرود فما هو السبب هل من حل؟ الجواب بكل بساطة السبب أن الطبعة يغلب تطبع إلا إذا أتينا البيوت من أبوابه ما هو هذا الطبع الذي يغلب التطبع؟ الجواب هو العجلة وسيطرة الغضب وما هي الأبواب التي يجب أن نأتي منها لذلك لتحصيل غاية المتقدمة؟ لنتخلص من سوء الطبع من الطبع السيء لنتخلص من الغضب ولا يسيطر علينا ويستبد بنا ويريدنا الردد وما هي الأبواب التي يجب أن نأتي منها لذلك لتحصيل غاية المتقدمة الجواب الباب المؤدي إلى كل الأبواب التدريب على الصبر التدريب على الصبر ومفتاحه التأني وهو بحاجة إلى دورات ودورات توضيح الإشكالية المتقدمة يعني قالت السبب في هذا الشرود الذي نقيم عليه في الصلاة ونحن لا نريده السبب هو غلبة الطبع توضيح ذلك أن الطبع العام لشخصيتنا وعلينا أيها القلب أن لا يستثني أحد منا نفسه من هذه المشكلة العزة مشترك الأسر الطبع العام لشخصيتنا هو أننا نستعجل نبادل إلى ردة الفعل دون التروي ودون التفكير ولو قليلا يسيطر علينا الغضب فنرغي ونزبد ونقع في أسر هذا الغضب نقع في أسر ما استعجلنا وصدر منا فصرنا أسره رهائنا ونمضي العمر نتدرب لك للأسف على زيادة سيطرة الغضب على تطوير بين قوسين الشراسي على تشريس الشراسي وقد يصلوا هذا التدريب على زيادة سيطرة الغضب تدريب على زيادة الشراسي قد يصلوا حتى قتل النفس أو قتل الغير عن قصد أو بدون قصد إلى هنا تم توضيح هذا الخطر خطر غلبة الطبع إلا أن الأخطر من غلبة الطبع أننا نعتبر غلبة الطبع السيء الأخطر من غلبة الطبع السيء غلبة غلبة سوء الخلق غلبة المشاكس النرفز الحد التعصيب اللي صايره يعني أن الأصول الأخطر من ذلك أننا نعتبره طبيعيا جدا ونجمع بينه وبين حب الخشوع بل نجمع بينه وبين حب التحلي بمكارم الأخلاق مش بس الخشوع كل مكارم الأخلاق وندعو من قلبنا اللهم لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطار طرف تعينا أبدا كيف يجتمعوا كيف يمكن من جهة النار المغطرمة من جهة تانية أنه والله الهدوء والسكينة والأمن النفسي من جهة جهنم من جهة الجنة يعني من جهة نريد الجنة لكن نعيش في جهنم نريد جنة حسن الخلق التي ينتج عنها سلامة الصدر والنفس وينطلق الشخص من هذا المناخ الجو النفسي إلى تحصيل الخشوع وبأفضل مراتبه لا مجال للجمع بين الجنة وجهنم في التمني وفي النفس وفي الدنيا ولا بالآخر لا مجال للخشوع في الصلاة إلا بكسر هذا الصنم مش صنم سوء طبع فقط صنم أن سوء الطبع هو من قوة شخصية أنه هذا أمر ما أحد يحكي فيه كل واحد منا له صبته له طريقته نمط تعامله هو أصبح بتركيبة معينة عنده حساسية يعصب بسرعة يغضى بسرعة بيرضى بسرعة ويمكن ما يرضى كثير الانتقاد هالنمط الذي بنى نفسه عليه هذا النمط أصبح صنما يعبده ويمكنه أن يخشع له لكن لا يمكنه أن يخشع على الله عز وجل هذا الصنم هذا الصنم هو صنم القناعة بأن هذا الطبع الذي هو العجلة وسيطرة الغضب هو الأصل وهو الصح الحق والشاطر الشطر بمقدار ما يستشرس تكون شخصيته قوي ومقدار ما يفكر أن يتصرف بلين فأن ذلك ضعف شخصية وبيستوتوا حيطوا ويكون ممن لا يقول الحق ولا يدافع عن الحق كذا يخيل لنا الشيطان مع أن نحن مأمورين أن نكون بين المؤمنين فيما بيننا رحماء بينهم طيب إذن لا مجال للخشوع في الصلاة إلا بكسر هذا الصنام إنه هذا الطبع السيء اللي أصبح معبوده وأصله ولا بد من تنميته إذا صح التعبير وزيادته هذا ينبغي أن يكسر ولا مجال لكسر هذا الصنام إلا بالأمرين التالية أولا ترك عبادته أي ترك الاقتناع به تعبير بأنه الطبع السيء اللي نحن مأتنعين فيه صنام ونعبده تعبير دقيق جداً لأنه هذا معنى عبادة الهوى أرأيت من اتخذ إله هو هوه الذي يرقض خلف رغباته ليلبيها وميوله ويعتبر أنه الطبع وما ينتج عن هذا الطبع من ميول ورغبات شه مقدس إذن هو يعبد وهوه لا يعبد الله فعندما يقف في الصلاة يقف بين يدي هذا الصنام وهو يتصور أنه يقف بين يدي الله يريد أن يقف بين يدي الله عز وجل لكن لا يستطيع هو يقف بين يدي إلهه أرأيت من اتخذ إله وهوه لا مجال لكسر هذا الصنام إلا بترك عبادته أي ترك الاقتناع به مرحلة الأولى خلينا نقتنع أن هذا الطبع غلط نحن عندما قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعتقدنا بأن الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو أهل البيت عليهم السلام يعني نريد أن نسلم أنفسنا لله عز وجل من خلال تسليم أنفسنا لرسوله وآله صلى الله عليهم أجمعين لنبني أخلاقنا وسلوكنا وعقائدنا التزاماتنا على أساس ما أراد الله سبحانه وتعالى هذا معنى أن نسلم وجهنا إلى الله عز وجل ليس نسلم وجهنا إلى وجهنا ترك عبادة هذا الصنام أي ترك الاقتناع به يتوقف على أمرين الأول اليقين بقبحه يعني وحدنا ما يتصرف أنه أني طبعي صح ومنيح وجميل ومهم قد ينتقد غيره إذا صدر منه أقل سوءا بكثير مما يصدر منه هو لكن عندما يصدر هذا الأسوأ أو مثل ذلك السوء يصدر منه لا ينتقد نفسه مطلوب إذن ترك الاقتناع بهذا الطبع السيء وثانيا يتوقف هذا الترك على أمرين الأمر الأول يقين بقبحه وأن هذا الطبع السيء هو طريق جهنم بل وحقك أيها القلب هو جهنم الطبع السيء الذي يجعل الإنسان يغضب ويرغي ويزبد ويغتاب ويحقد على هذا يؤذي هذا وإيد الضرب إذا استطاع إلى آخر هذا جهنم جهنم التي يتقلقل هنا بين أطباقها في الدنيا عرم الله على أنفسنا وتظهر حقيقتها والعياذ بالله في الآخر هذا الطبع السيء هو جهنم استحكام الغضب سيطرة الغضب أنه واحد نرفوز أنه ما بيقدر يطيء حتى نفسه هو لحاله بصير بربس على حاله بصير يحكي لكيف شره ويغره ومثل ما بيقوله ينتقد نفسه يجلد نفسه إذا النكد هو جهنم وتظهر حقيقتها والعياذ بالله في الآخرة إلا إذا أركتنا رحمة روي عن النبي صلى الله عليه وآله روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له رجل أو صني فقال صلى الله عليه وآله لا تغضب ثم أعاد عليه فقال لا تغضب ثم قال ليس الشديد بالصرع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الأمر الثاني الذي يتوقف عليه ترك الصنم ترك الاقتناع بصنم الطبع هو معرفة شرارة الغضب والعمل على تفاديه يعني هذا الطبع السيء لبيشمل الغضب والأذى للآخرين والغيبة والحقد والنميم هناك مكان ما هناك لحظة ما يزرع فيها في القلب يبدأ فيها في القلب مثلاً بيكونوا شخصين مع بعضهم ما في أي مشكلة بينهم بعد مدة فيه عدوات وخصومات وبيدخل الناس على الخط وصار بينهم ما صنع الحداد والنجار إلى آخره على كل منهما وعلى كل مننا أن يفكر بتلك اللحظة التي بدأت فيها شرارة المشاكل شرارة هذا الغضب اللي نتج عنه مشاكل فلاني إذن لا يمكن كسر هذا الصنم إلا بترك عبادته ترك العبادة معناها ترك الاقتناع به هذا الترك يتوقف على أمرين أولاً اليقين بقبحه ثانياً معرفة شرارة الغضب والعمل على تفادي هذه الشرارة لمنع انقداحها أنه إذا إدر الصن ما تنقدح الشرارة كيف واحد مثلاً ممكن بمجرد أنه يولع عود الثقاب لأنه في جو غاز بالبيت البيت كله بيحترق فهنا ينبغي أن يمنع طيب إذا ما إدر فعليه أن يحاصر النار الشعلي يحاصرها حتى ما تتطور أقفوا هنا عند كلمات أحد العلماء حول قبح الغضب بهدف شو؟ بهدف الوصول إلى اليقين بقبح الغضب بدنا نتعرف على مساوى الغضب حتى نوقن مش بس أنه نعرف أو نعتقد اعتقاد هيك جاف لا بدنا نوقن بقبح الغضب أحد العلماء فيه سيد عبدالله الجزائري في كتابة التحف السنية في شرح النخبة المحسنية يتحدث عن سوء الغضب هو عم يحكي بمجال الأخلاق الفاضلة وصل إلى مرحلة أن الشخص ينبغي أن يفكر بسوء الغضب من يسيطر عليه الغضب يفكر بمساوى الغضب طيب كيف يفكر الشخص بمساوى الغضب يقول هذا العالم وليفكر بتشبه الغضوب بالسبوع الضاري تكرموا الكلب العاوي لا يشتفي إلا بالكلب والافتراس أن الشخص لما بيسيطر عليه الغضب كيف يصير يصرف خليفكر الشخص اللي بيغضب منا أنه إذا سيطر عليه الغضب فإن هناك تشابها بين من يسيطر عليه الغضب وبين السبع الضاري المفترس وبين تكرموا الكلب العاوي ممكن مثلا الغضب وعم بيصرخ وعم يبكي بصير شيء من تكرموا العواء بعد هو لينظر إلى قبح هيئة غيره عند الغضب ليعلم بذلك قبح هيئته عندما يغضب أنه واحدنا بدي يغضب أو غضب وبعده يعني فيما جاء السيطرة خليفكر بحالة هو شاف واحد عندما غضب كيف تحول هذا الشخص من إنسان؟ بسان طبيعي بتنظره ما في أي شيء هيك يعني ينافي الإنسانية وحسن الخلق ودماثة المعاملة إلى آخره كيف يصير يتغير لونه وحمرار الأحداق وظهور الزبد على الأشداق واستحالة الخلقة وانقلاب المناخر ولو رأى الغضبان في حال غضبه كراهة منظره لسكن غضبه حياء من قبح ظاهره بعد وباطنه أقبح وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم سرى ذلك إلى الظاهر هالمناظر العجيب اللي بتصير بالغضبان بالظاهر هذي بعض قبح الباطن صورة قبح الباطن فإذا وحدنا بدو يتصالح مع ترك الغضب بدو يفكر بقبح الغضب وأن يحدث نفسه بعاقبة الضراوة إن شو نتيجته الشراسي والاسترسال مع الغضب النتيجة هي انتقامه الغضبان هلا من المغضوب عليه والانتقام قد يكون بأشكال وأحيانا بوصل إنه والله هالبي أتى الإبنه بس مش عاصل هو عم يحكي هون عن إنه هذا اللي أنا غضبت عليه عندما يدور الزمان الدواري أو الدوار اثنانهم بصح هو سينتقم أنا اتحاملت معه بغضب أنا عم عب وعم عب والآن مش قادر ينتقم بعدان بده ينتقم فإذا غضبي سيضرني ولو بعد حين بيقول سيد عبدالله الجزائري وأن يحدث الغضبان نفسه أو الشخص بحال العديد ليس غضبان يحدث نفسه بعاقبة الضراوة وهي انتقام المغضوب عليه عند مساعدة الدهر الدواري والشماتة بمصائبه ونحو ذلك إذا ما قدر ينتقم منه إذا أصبته مشكلة بشمت بشمت فيه يعني بعد وليفكر من يريد التصالح مع ترك الغضب واليقين بسوء سيطرة الغضب يفكر بما يستلزمه الغضب غالباً من الذنوب الظاهرة والباطنة كانطلاق اللسان في الفحش والسب وقبيح الكلام الذي يستحي منه ذو العقول ويستحي منه قائله عند فتور الغضب إنه بينتج عن الغضب إنه واحد ما بيعد مساتر على حاله لسانه تصدر منه ألفاظ نابية هو لا يريد أن يتلفظ بها بالإضافة إلى تخبط النظم واضطراب اللفظ والجوارح بالإضافة إنه بصير بجوارح ويعتدي بصير شرس في التمزيق والضرب والجرح وربما القتل من غير مبالده فإن فاته المغضوب عليه بهرب أو سبب غير الهرب إنه مثلاً إجا واحد وقف بيله منع أو إنه مثلاً والله بيشوف إذا طور هو هالغضب عم بيصرق على مرط وطور هالغضب بعدها رح يدخل وأهلها ورح يستحي ورح يمجي شوه ففات هذا الأمر عند إذن يرجع الغضب إلى صاحبه فيمزق ثوب نفسه ويلطم وجهه وربما يعدو عدو المجنون يركض مثل المجنون وربما سقط إلى الأرض لا يطيق النهوض وربما يضرب الحيوانات والجمادات ويكسر القصعة والخوان المائدة مثلاً عاديماً يأكلوا شوية نعف الدنيا طيب أديش بده هذا خمسين سنة بتروح أثارها ويتعاطى أفعال المجانين وربما يجرح نفسه أو يخنقها أو يلقيها من شاهك ونحو ذلك طيب هذه المظار للغضب إذا واحد يفكر فيها بالأوقات الطبيعية ويقرر أن يلجأ إلى الله عز وجل قوي على خدمتك جوارحي وعلى العزيمة جوانحي والله اجعلني أسيطر على نفسي بالتأكيد لن يبقى كما هو لأن الله عز وجل كفّل وأتاكم من كل ما سألتمه خصوصا إذا استعنا بالتوسل ندعو نتضرع نطلب من الله عز وجل ونتوسل من نبي المصطفى وآله الأطهار خصوصا بالدمع على سيد الشهداء سلام الله عليه والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة